هو جانب التأسيسي من يوميات هذه الشابة الواسطية هجران ريفية من أهالي قضاء الصوارة تقني تحليلات مرضية تنغمس بترتيب حياتها الريفية منذ الصباح الباكر توزع الوقت بين رعاية المزروعة والماشية عنوان الاستثمار الأمثل قبل التوجه إلى أداء العمل الوظيفي أقعد سبعة ونوص سبعة أو حسب الشغل اللي موجود إذا اليوم عندي الشغل لا أقعد قبل بوقت أطلع أروح أشوف الهاشة ماتي أخذ لها حشيش أفتح البيوت أجلي هنا إذا يحتاج مطور أشغله قبل لا أطلع الدوامي كل هذا الشغل أحصره قبل لا أطلع يعني ساعة بثمانية تقريبا وربع أبدل وأطلع الدوام هو هذا شون نقول روح ثانية علاوة على الدوام اللي أنا أداومه وهمينه مراعي أرواح الناس آني هنا أنا هم عندي زرعي مراعيته ومرعية الحلال اللي خاص بيه لأنني يعني من عشاق طبيعي وتربيتي بيتي يعني منبعي أنا طبيعي فما أقدر أعوفها هنا الجانب الآخر من يوميات هجران الطبية عالم منفصل عن العالم الأول الذي تعيشه في منزلها الريفي حيث تدأب على رعاية المرضى وتقديم الخدمات لهم ولا يقف الأمر عند هذا الحد بد تؤدي دورا إنسانيا في إيصال مناشدات المحتاجين إلى ذوي العلاقة من الجهة الحكومية حلوة من أنت تعيش جوين يعني بيئة ريف وبيئة مدينة من نفس الشيء وموافق بيناتهم وانشون نحن نقول أصلا يعني مبدع بهذا المجال لأنني من نوع يعني كل شيء أحب مهنتي مهنة إنسانية وأدي واجب الحمد لله يعني أتم وجه علاوة على ذلك المناشدات اللي توصل المناشدات حالات الإنسانية الأمراض لأن عندي صدى واسع صار ومحبة الناس فالمناشدات اللي أنا أنشرها الحمد لله أقدر أنه أحصل لها مستجيب لها هذا ويبدي كثير من المواطنين أعجابهم بحياة المثابرة التي تعيشها هجرا وما تشكله من حافز لكثير من الريفيات في مواصلة مشوار الدراسة والعمل الوظيفي على حد سوا سجاد العطية الرابعة واسط